أبي توفي وكان على خلاف مع عمتي عشر سنين وهو على فراش الموت جاءت عمتي لما سمعت انه تعبان زرته في المستشفى وسمحته بس هو كان في غيبوبة ومش حاسس بيها ومات على الرغم كان أبويا بيحبها وكان نفسه يكلمها بس هي الظروف صعبة خالص هل كده ربنا يحسبه رغم ان هي جات ورمت السماح عليه الحقيقة انما الأعمال وبالنيات ان شاء الله تكون كانت نيته ان هو يسمحها وان شاء الله ربنا يعمله وبنيته لان انت بتقول ان هو كان بيحبها وكان منتظر ان هو يسمحها من الذي قدرانا ان هو ما سمحهاش في نفسه ومفيش بقى فكرة ان حد بيرمي السماح على حد السماح ده خلق مش ان الانسان لما يسامح يبقى كده حلاص حط الانسان في ورطة ان هو يسامح فسامح الانسان وقلبه ما سامحش لا ده المسامحة خلق فان شاء الله والد حضرتك يكون سامح عمتك بقلبك ويقع ويكون في حديث رسول الله سلم انما الاعمال وبالنيات وانما لكل مريء ما نوى فان شاء الله ربنا يعامله بنيته وان كانت طبعا ظرف المرضي كان لا يسمح له ان هو يتصل بيها ويقول لا ان هو سمحها لانه كان فيه اذا كان حصل له ده فان شاء الله يكون له السواب وان شاء الله يكون له المغفرة ان شاء الله التمى وابشري ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يكتبه من اهل المغفرة اشتركوا في القناة